بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكو ماي فاندد اف اكس طبعا ماي فاندد اف اكس عاملة عرض ممتاز او عاملة سلسلة من العروض عندهم اكتر من عرض تمام طيب هقولك العرض ده وهقولك توقيت شراء الحساب يعني العرض ده هو خاص بالحساب تعالى كده نشوف ادي العرض جالي على الايميل 20% وتكتب الكود ده تعالى نضع الكود ده كده 20% تمام هي مش مستقلة اللي احنا نعمل نسخ حساب ب300 الف لكنه حساب تقييم حتى يوم واحد يناير عمل لك خاص من 20% في حساب 300 الف طيب تعالى بقى نشوف ازاي هتقدر تشتريه بعد ما بتعمل حساب على الشركة وبتدخل على الداشبورد الخاص بيك هتلاقي هذا الوضع تمام طيب هنا المرحلتين وهنا المرحلة الوحدة انا طبعا من هوات المرحلة الوحدة تمام انا بحب المرحلة الوحدة علشان بلا مدة تمام لو انت عاوز المرحلتين مفيش اي مشكلة لكن خلي بالك بقى بالامور مهمة جدا لما تشتري حساب مرحلتين تعمل حسابك هل السوق فيه اجازات يعني احنا الحالة الحالية دلوقتي الاسبوع القادم فيه اجازات لا مشتريش حساب او ممكن اشتري حساب بس مبدأش فيه ما عملش اول صفقة تمام لو اشتريت حساب النهاردة وما عملتش صفقات ده الوضع اللي انت مفروض تعمله لو انت مقيم في مصر تمام لو انت موجود في مصر مفروض تعمل هذا الوضع معنى هذا الكلام ان الحساب او المدة هتتحسب ليك بالنسبة لاي انت خلاص اول ما تعمل اول صفقة بالنسبة لك في الحساب تمام فالوضع في مصر لا اشتري الحساب دلوقتي ليه ممكن سعر الدولار يزيد ممكن يكون عندك مشاكل ان سعر الدولار يزيد في مصر يحصل اي حاجة متعرفش تشتري الحساب فاشتريه وما تعملش صفقات خالص عشان ما يتحسبش عليك لان انا اتحسبت عليك هتبقى المدة شهر منهم مثلا عشر ايام اجازة يبقى انت ضيعت نفسك تمام لا انا هشتريه وهبدأ فيه من يوم واحد وتلاتين ديسمبر مثلا تلاتين ديسمبر مفيش مشكلة تمام بحيث اللي هو يبقى يوم فيه متجرة واشتغل حلو عشان ما يقولكش ايه انت اشتريت الحساب وما عملتش فيه صفقات في مدة العرض ممكن يعمله حاجة زي كده فانت ممكن تبدأ من يوم واحد وتلاتين ديسمبر مفيش اي مشكلة تمام وممكن تسأل الشركة يعني ممكن ترجع للشركة تقولهم مثلا لو انا بدأت مثلا تلاتة يناير او اربع يناير فيه مشكلة او انا كده اكون في العرض انا اعتقد طالما انت اشتريت في فترة العرض خلاص تمام لكن ممكن هما يكونوا متشددين يقولك لا انت كان مفروض ان انت تعمل صفقات وتبدأ الحساب في فترة العرض تمام اعتقد لا هي النظرية الاولى اللي انت اشتريت وقت العرض تمام انت عندك المرحلتين دولرت وعندك المرحلة الواحدة انا اعتقدت لك ادي المرحلة الواحدة تمام ميكرو تريدر وبرو تريدر ميكرو تريدر الحسابات الصغيرة اللي هي الـ 5,000 و 10,000 و 25 وبرو تريدر اللي هي الحسابات الكبيرة اللي هي الـ 50 والـ 100 والـ 200 تمام أنا برشح طبعا حساب الـ 100 وحساب الـ 200 ده أفضل حاجة في المرحلة الواحد وقلنا قلنا العرض الأول الخاص بهم وكتبناه وهنكتب كل العروض في الـ description بالأسفل العرض الأول إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية وخمسة وعشين بالمئة رفاند دي أول حاجة وخمسة بالمئة خاص مع الحساب وتالت حاجة عندك العشرة بالمئة للمرحلة أول ما تنتهي من المرحلة لك عشرة بالمئة يعني عملت عشرة تلاف المطلوب منك هتاخد ألف يبقى عملت ألف واخدت مية وخمسة وعشين بالمئة رفاند وايضا الربح اللي انت تحققه هتحصل على تبانية بالمئة فده عرض ممتاز جدا تمام؟ طيب ده العرض الأول بالنسبة للمرحلتين تمام؟ عندك اهو برو تريدر لغاية تلتمية ألف تعال بقى نشوف تلتمية ألف ديت بكام عندهم تعال نهبط بالأسفل لما تهبط بالأسفل لما تهبط بالأسفل كده هيقول لك برو مو كود هتكتب هنا هنشوف ايه ده اهو للعشرين بالمئة واتفعلها اهو بقى عمل لك علامة صح شفت بقيت كام؟ 1119 يورو تمام؟ شفت كانت كام؟ اهو اعمل لك الخصم طيب هنا بقى اه تكبس كده تمام؟ على الثلاث دولة تعلمهم صح عندك وسائل الدفع بالأسفل ايه؟ ديت الفيزة تمام؟ وهنا البيتكوين وهنا الكون بيز طيب انا عايز ادفع مثلا مش هقدر ادفع البلد اللي انا مو كيم فيها مش هعرف ادفع عن طريق الفيزة ممكن ادفع عن طريق البيتكوين؟ اه ممكن ادفع عن طريق البيتكوين اه لما تجبس على البيتكوين هتلاقيه يوصل لك ليه؟ المعلومات الدفع ادي دي القيمة اللي انت مفروض تدفعها 0.071282881 تمام؟ وتعمل القبي وتشوف بقى انت هتدفع عن طريق باينانس هتدفع عن اي حاجة تمام؟ مفيش اي مشكلة اه ولازم القيمة تكون ايه؟ صافية بدون عمولات لان انت ممكن ايه؟ بتدفع تمام؟ وتلاقي فيه عمولة منصة باينانس مثلا بتاخد منك عمولة فانت اه تعمل القبي وتاخد المبلغ ده بالزبط لا لازم تشوف المبلغ بعد اكتطاع العمولة اه الخاصة بالمناصة بحيث ان المبلغ يكون هو ده بحيث ان الشركة يصل لها هذا المبلغ بالزبط دون نقص سنت واحد تمام؟ اه خلي بالك من النقط ديت وهنا بقى بالنسبة للادرس هتعمل قبي كده متعمليش بقى كده يعني متعملش الحركة دي اللي انت ايه هتعلم عليها لا هتظلله لا انت قبي كده هو حتى عملك ادي قبي هنا تمام؟ بحيث انت ايه خلاص انت كده اخدت العنوان كده عملت قبي للعنوان وعملت قبي ايضا للمصاري اللي انت مفروض تدفعها وخلاص انت بتدفع حالو خلاص اول ما بتدفع بتقول والله انا دفعت تاخد بقى سكرينشوت من الدفع سواء من باينانس او من اي شركة انت بتتدول معها وخلاص انت كده دفعت ده الدفع عن طريق الكريبتو ما فيوش اي مشكلة لكن هو طبعا دفع عن طريق الكريبتو فيه مشاكل هنا في مصر ليه اه الدولار مثلا في البنك 24.75 في الوقت الحالي في وقت تسجيل هذه المحاضرة 24.75 لما تيجي تكلم اي بنك مصدر لفيزا يقول لك والله احنا هناخد منك 10% زيادة على 24.75 قول 25 يعني هيبقى واقف عليك ب27.5 لما تروح لمنصة باينانس مثلا وتشوف الشراء والبيع تلاقيه بكام تلاقيه ب33 يعني انت مثلا لما تذهب الى حسابك مثلا في باينانس ماشي اه شخص لشخص تمام وتيجي تشوف بقى انت هتدفع عن طريق فودافون كاش تمام ما فيهاش مشكلة تقدر تدفع اه هنا بقى ايه ب33 هنا الراجل ده عايز اللي هو هيبيع ب33 طيب عارض قد ايه سعبته بيقول لك متاح 106 دولار لا خليهم لك مش محتاجهم لان خلي بالك انت لازم تاخد بقى الكمية كاملة يعني انا مثلا عايز اشتري حساب زي ما انت شفت لما ترجع هو ب1100 تمام فانت عايز على الاقل لواحد يكون عارض 1100 مش هجزة انا مش اقعد انا اشتري من ده 106 وده 274 وده 96 اه انا عايز حد يكون اه يعني اه معاه وده معاه 14 دولار وده 51 دولار لا اله الا الله البتكون راح فين اه تعالى كده مية تلاتة وتمانين مية تسعة وتسعين لا يوجد حد عنده كمية اه الراجل ده عنده كمية الراجل ده عنده 2000 كويس اه تمام ده يا سيدي بس بص بقى هيبيعلك بكام ب33 48 واذا كان عجبك انت متخيل شفت الناس اللي في الصفحة الاولى طبعا الموقع بيرتبلك على حسب ايه الافضل بالنسبة لك الافضل بالنسبة لك انت تشتريه ب33 لكن ده 33 48 وكل ما تهبط بالاسفل تلاقي اسعار اعلى واعلى ده بيقولك ايه اقل حاجة هتعامل معك ب5000 جنيه ومعك لغاية 30 الف جنيه تمام ومتاح 2000 فانت لو عجبك السعر مفيش اي مشكلة خصوصا انه هو تنفيذه 100% تمام يعني الراجل ده كل المعاملات بتاعته زي الفل وتعامل 356 مرة فكل الحاجات ده انت لازم تعرفها تمام ده الشرق اهو اه دي اهو اه 999 فانت للأسف الشديد مش هتبقى يعني اه ده 71 بالمئة فده تخاف منه 71 بالمئة بس المكتمل فخليك في المئة في المئة 96 بالمئة 95 بالمئة ده طبعا هتدفع 33.48 انت متخيل تعال بقى نشوف سعر الدولار في البنك المركزي اه لما تكتب سعر الدولار في البنك المركزي يجيلك كام 24.72 في مصر تخيل من 33.48 ل 24.72 شفت الفرق هاد ايه فانت لما تيجي تدفع 1100 لا هتفرق معك هتفرق معك كتير جدا لذلك لو في ايه فيزة شغالة طبعا في اصدقاء بدأوا يكلمون في فيزة شغالة البنك العرب الافريقي تقريبا شغال حاجة زي كده مصلحة ليك ليه ممكن يدفلك على ال 24.75 او على ال 25 يدفلك 10% فتصبح كام 27.5 افضل من مسألة اللي انا هشتري 33.48 هتفرق معك تمام انا بقولك على الحاجات لكن خلي بالك بقى عشان نتكلم كلام واقعا لو معك فلوس مش فرق معك لو معك فلوس تمام مش فرق معك لان ده معك حساب ان شاء الله هيجب لك عائد بالدولار وهيجب لك عائد قوي فلو معك فلوس هتخلصوا بسرعة وما فيش اي مشكلة لكن انت برضو او لا زي ما بيقولوا باي فلوس تقدر توفرها فالافضل انت تشوف الفيز انا جربت الفيزة الخاصة بالبنك الاهلي للأسف واقفة اه فيه اصدقاء قالوا البنك العرب الافريقي وفيه ناس قالوا البنك التجاري ناس قالت اه شغالة وفيه ناس قالوا البنك التجاري الدولي مش شغال تمام خلينا بقى نجرب اللي هو الكود التاني الكود التاني نيو يير تمام اه دي اهو حساب مثلا المية الف تمام وادي المرحلة الاولى وحساب المية الف تعال بقى نهبط بالاسفل ونشوف برضو الكود ده اه بتهبط بالاسفل كده والبرومو كود هنشوف بقى نيو يير اللي احنا كده كتبين باللغة العربية اه نعملها كده نيو نيو ني اي دابلو اه واي اي اي ار تمام اه ونعمل كده اه دي اهي هيقول لك صحيح اه دو خصم لك كم هي كانت خمسمية اصبحت ربعمية خمس وسبعين تمام خصم لك خمسة بالمئة اه ده ايه وتعمل كده تكبس 3 دولار وتشوف انت هتدفع بقى عن طريق الستريب ولا عن طريق البتكون ولا عن طريق الكوين بيز تمام لكن الكود فعال الكود فعال يعني انا بستغرب بالاصدقاء يقول لك الكود مش فعال ممكن انت تكون عمله اه اه احنا عملناه اه كابسولوك يعني الحروف كبيرة وليست الحروف صغيرة فانت ممكن تكون عمله سمول تمام لا هو نيو يير بكابيتل تمام تكتبها الكود هيتفعل معك شركة اكثر من رائعة اه شركة اكثر من رائعة انا برشح هذه الشركة بس اشتغلها اللي هو المرحلة الواحدة المرحلتين ممتاز بس حسابي 300 لو دخلت المرحلتين تدخل حسابي 300 ولما تشتريه ما تعملش ولا صفقة لما تيجي تعمل اول صفقة تعملها مثلا يوم 31 تمام يوم 30 يوم 31 مش هتبقى فرق تمام بحيث اللي هو يتحسب عليك 30 يوم طبعا انت بتتكلم بقى في التراجعات تعال نشوف التراجعات الخاصة بأزيز الشركة عندك المرحلة الاولى تمانية بالمئة تمام اللي بروف التراجعات المرحلة التانية 5 تمام وعندك 8 اللي هو التراجع الكل و 5% التراجع اليومي طيب 5% في التراجع اليومي في حسابي 300 الف انت معك 15 الف دولار انت متخيل 15 الف دولار تراجع يومي ومعك 8% 24 الف دولار تراجع كلي حساب ممتاز حساب يعني مفيش بعد كده خصوصا هنا بقى ايه هنا فرق هنا تفرق ما بين الحساب ده والحساب الاخر ان انت اي ربح انت بتعمله مفيش اي مشكلة فيه يعني مش بيحسبه عليك تمام بعكس اللي هو الحساب ده اللي هو وان ستيب وان ستيب ده بيحسبه عليك ايه دي هو وان ستيب فين هو مرحلة واحدة عشرة بالمئة بس بيحسب عليك الارباح الخاصة بك يعني انت ايه ماكس تريلينج لوس فانت لو وصلت مثلا المية الف وصله المية واربعة فبيحسب لك المية واربعة تمام بعكس الاكاونت الاخر اي ربح انت تحققه واخسرت مفيش اي مشكلة هو عنده التراجع اليومي وعنده التراجع الكلي بمعنى ايه انا اخدت حساب تلتمية الف اخسن بقى اللي اربعة وعشرين الف من التلتمية يبقى كام متين ستة وسبعين تمام لا تصل لمتين ستة وسبعين وما تعملش تراجع يومي خمستاشر الف انتهى الامر تمام الارباح اللي انت بتعملها ما بتسجلش عليك ما فيش اي مشكلة المهم اللي انت حاجتين لا تصل لمتين ستة وسبعين ده اول حاجة وتاني حاجة ما تعملش تراجع يومي خمستاشر الف اعتقد المسألة سهلة خصوصا ان هي اه شهر انا كنت اتمنى ان الشركة تعدل شوية في حكاية الشهر ديت وتخليها شهرين تخليها تلاتة هيبقى الامر ممتاز جدا وهتكون عاملة حاجة ميزة تنفسية عالية جدا تمام هكتب لك في صندوق الوصف الحاجات الخاصة بالشركة لان هما عاملين اكتر من كوبونات فالحاجة دي مميزة لكن مشكلتهم هما تنتهي كل الحاجات ديت واحد تلاتين ديسمبر وواحد يناير تمام الاسم الشديد فانت حاول ان انت تلحق هذه العروض خصوصا مع شركة زي ماي فاندد اف اكس فان شاء الله خير وانا شرحت كيفية الشراء سواء فيزا او بيتكوين مفيش اي مشكلة بالتوفيق بتنساش لايك وشير والاشتراك في القناة ولو عاوز تدخل من خلالنا هتلاقي كل حاجة في لينكات بالدسكريبشن شكرا جزيلا شكرا جزيلا